صهيب الرومي رضي الله عنه عزم على الهجرة فرارا بدينه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحين هم بالخروج وجد من يتصدى له قائلا يا صهيب جئتنا فقيرا معدما لا مال لك واليوم تريد أن تخرج بمالك فقال لهم أرأيتم ان تركت لكم داري ومالي أتدعوني أخرج ها نعم فلتترك لنا جميع ما تملك ففعل صهيب ثم هاجر إلى المدينة وحين وصل فرح بقدومه القوم وكانوا يستقبلونه ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم له ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا وأنزل الله فيه قرآنا يقول فيه ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد